المساومات السياسية دخل ظهر الفساد في البر والبحر وجاءت الجماعات المسلحة في الأول حقيقة هجموا على الجهات الأمنية ونحن ماذا يقول يعني يقول على الفضل ابن مروان فلتبكي نفسه فليس له باك من الناس يعرفوا إلى النار فليذهب ومن كان مثله ومن كان مثله على أي شيء فاتنا منه نأسف يعني نأسف عليها على هذه الجهات الأمنية التي كانت تسوم الناس سوء العذاب الحقيقة نحن ضد الثورة على هؤلاء الناس ولكن ليس لهم معروف واحد فعلوه تجاهنا حتى يعني نحزن لا ما جرى بهم ما من إنسان إلا أذل عن طريقهم ما في الواحد إلا أنا عبد الفقير دعيت أكثر مرة للجهات الأمنية وبغاية الذول تتسلم عليه لا يرد عليك السلام تنتظر سبع ثمان ساعات في هكذا لماذا سافرت لماذا سافرت سافرت عندهم نظام إذا تسافر أكثر من سنة لا بد أن تراجع بالجهة الأمنية وتحقيق وأشياء من هذا فإذن حصل ما حصل يعني استولوا على مقر الأمن العسكري وقبله الأمن السياسي وأكثر في منطقتنا هنا كنت ذاهب إلى دمشق وانا لما أكن وقتها مطلوبا الطريق يمر بالصحراء ثم يدخل البلد فوجدت مدفعية تنصب مدفعية ميدان هذه ثقيلة هذه القتال الحربي والله أنا أفكر ماذا يفعلون بها أتوا بكتيبة مدفعية وضعوها خلف قلعة الرحبة يعني تشتط الرحبة مرتفعة والميادين في الأسفل هكذا فماذا يفعل بمدفعية الميدان لماذا يأتي بها أنا أفكر لم يخطر في بالي أن الشعب المدني سيقصف بعد ذلك بالمدفعية كان الوقت رمضان و صار يضرب في الأول بدأ يضرب القرى البعيدة وهكذا يضرب بدون هدف المهم أن جاءت إلى أسرة في وقت السحور فماتوا جميعا قنبلة مدفع مدفع ميدان جاءت إليهم من السقف فقتلت جميع الأسرة ماتوا عدد قريب من عشر كانوا يتسحرون سبعة عشر رجلا أو امرأة ماتوا في قنبلة واحدة جاءت قذيفة أخرى في سوق يبيع فياب المستعملة والفقراء في منطقة سمها يعني القرية تبعد أن أقل من عشرين كيلو متر جاءت قذيفة ثانية في قرية أخرى فرأيناهم يقصفون السوق جاءت واحدة في بيتنا في بيتنا نحن وكنا قريبا من عشرين إنسان مع الأطفال نلتجي الله تعالى نقرأ يا سين ونتوجه الله تعالى يا أخي ماذا فعلنا نحن لم نحمل السلاح ما قتلنا أحدا ولا ضربنا أحدا في عندك جيش حر يقاتلك قاتله لماذا تقتلنا نحن جاءت أول قذيفة في غرفة عندنا قديمة سمعنا الأصوات لا نعرف ماذا حصل لوقعها تكسر الزجاج في الغرفة التي نحن فيها بدأ أطفال الصراخ والرعب والبكاء والشيء يعني لأن الكبار أطفال لا يعرفوا ماذا يحصل حينما يرون الكبار خائفين بدأ هكذا حتى نفسياتهم لا ندري ماذا حصل بها جاءت قذيفة أخرى أمام بيتنا فقتلت واحد من أولاد جيرائنا يعني ولد بسيط هكذا يعني بسيط جدا ربما قريب من الجذب يعني لم يكن يعني إسان بسيط جدا جدا لا يؤذي أحدا هكذا جاءت قتلته في حينا جاءت واحدة أخرى وربما بالغلط هذه إلى سيارة للجيش الحر فقتلت من فيها هذا يعتقد بالغلط لأنه هكذا كان السمت موجه إلى أن يضرب بين كل مكان ومكان يضرب يعني كل عشر أمتار تأتي هكذا بلغنا بعد ذلك ممن ترك هذه الكتيبة وانشق عنها يقول يقول الرقيب أول فلان إلى النقيب يقول له يعني هل أوقض الشواية من النوم الشواية يعني الفلاحون يعني هل أوقضهم من النوم يقول نعم أوقضهم من النوم كيف يوقض يوقض الناس يوقضهم بالمدفعية بقتل الناس هذا كان يوميا يحصل كل يوم الناس كل الناس مؤيد معارض تمنى أن تزول هذه يعني الذين ذهبوا يرابطون يقاتلون المدفعية كانت مطاعم الكباب تقدم لهم وجبات جاهزة حتى يبقوا هكذا لأنه إذا لم تزل هذه المدفعية فسيمت الشعب جميعا تولى استولى ما يسمى الجيش الحر على المدفعية وفرحنا كذلك الحمد لله بعد ذلك لم يعد هناك للجيش مرتكزات جاءتنا طائرات ميغ طائرات روسية المقاتلة التي لم التي صدئت في مكانها منذ حرب ثلاثة وسبعين تفرق حمولتها أين فوق روسنا ورعب لا مثيل له نسمع الطائرة ثم يأتي القصف بعد ذلك ما الذي حصل لا ندري أين جاءت ثم يأتي الأخبار قذفت عمارة سكنية مات فيها أكثر من أربعين إنسان في ضربة واحدة من المدنيين الأطفال بعد ذلك توقف الطائرة المك فرحنا قلنا الحمد لله رب العالمين لعله لا أدري ربما هي قليلة أصلا هي مكلفة جدا بعد ذلك يبدو أن الروس اقترحوا شيئا آخر وهو ماذا البراميل وهي أشد أيام الأيام رعبا أشد الأيام رعبا هي البراميل ما هي البراميل يأتون بحاوية مثل الحاويات التي توضع فيها الزبالة هذه وتملأ بالتينت متفجرات وترتفع الطائرة المروحية مسافة مرتفعة جدا وتلقي هذا البرميل والهوى يحركه يمين يسار والناس ينظرون لننظر أينه والله رأينا أين ينزل لا تدري ربما ينزل فوق رأسك ربما ينزل فوق الجيران لا تدري أطلقت رمت البرميل الأول عند مدرسة اسمها مدرسة الحسين تبعد عن بيتنا أقل من 300 متر مات إنسان كان تحت ذلك الشضايا وصلت إلى كل مكان بيتنا بيتي الأبواب انتفقت هكذا للصوت أخي عنده طيور هكذا للزينة أكثر من 20 ماتت للصوت دفعة واحدة كل الطيور ماتت من أجل الصوت رعب لا مثيل له حتى الأذان ربما ينزل منها شيء دم أو غيره لشدة الانفجار انفجار هائل جدا وهذا يلقى كل يوم هكذا يعني جزافا بدون تفكير يعني أرون أن هذا ما دم أنتم فرحتم ب ثورة الشعب الآن سنريكم ماذا حصل هذا الأمر خرج عن السيطرة خرج عن سيطرتنا وصار البلاء في كل مكان وصار البلاء